ستة تعكس واقع ضعف انتر ميامي قوة النصر رغم أننا نتكلم عن النصر مش النصر حق الدوري يعني على الأقل ما تقول بس غاية بكريستيانو رونالد وهذا يكفي بص يا أول نقطة أصلا طبعا هنتكلم أن فيه فرق كبير قوي دلوقتي بالدور السعودي والدور الأمريكي وده اللي وضح في الملعب يعني أما راحوا انتر ميامي جابوا بوسكتس وجوردي ألبا وميسي وسوارد يعني التلاتة الأولين كؤبر في السن فهناك الكواليتي مش موجود فهناك هيظهر الوضع شكله حلو وجميل لكن لما تيجي تتكلم بقى فرق زي النصر عندك كواليتي ده والقوة البدنية دي فانت دلوقتي بتعرفك أن انت الدور الأمريكي بعيد قوي 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 عن الدور السعودي وخلي بالك لو الهلال كمان كان يكمل وده شوية ما كان ممكن يعني كان يهتم شوية أكتر بالمباراة كان ممكن المباراة تطلع أكتر من كده وما يخش أصل الأهداف اللي أخذ في الهلال فده أول نقطة تاني نقطة هو انت قلت الكلمتين عكس بعض هي قوة النصر وضع وضحت ضعف انتر ميامي في الملعب انت مرحبك ونتكلم قولنا النصر ما لعبش مرشاته الدية صحيح أنا بالنسبة للمباراة دي استعراض قوة عضلاته يعني تحطي لها كده يعني تقال عليها بالخط البونت العريض هو استعراض عضلاته للنصر بالنسبة لنصر من أي زاوية بس هو يستعراض عضلاته عضلاته جانب لياقي ولا فني فنيا طبعا لا فنيا وبدنيا وكل حاجة خلي بالك أقولك حاجة كاسترو أنا بعش المداربين اللي عندهم اسلوب واضح للجميع بتلعب انتر ميامي هلعب الهلال هلعب انتر ميلا الإيطاليا لا بأي حد هحط اسلوبي في الملعب ودي نقطة بتعرفك يعني دي هوية للنادي ودي مسهلة تتعمل في خلال سنة أو سنتين أو سنة ونص الكلام ده كله مسهلة في الكورة تعالنا أردى بص على الضغط العين اللي عملوا النصر من أول ديئة وخلي بالك زي ما قلنا النصر ما نعرفش بقاله شهر فكنا قلقانين من الجزء البدني فيه لعيبة غيبة خلي بالك انت ده كلهم ما تلعبش كريستيان وساديو ماني فيه لعيبة كتيرة ما تلعبش في الفريق الأساسيين فده انت بتكلم في نقص أربع خمس لعيبة أساسيين موجودين في النصر وده حل النصر في الملعب عامل إزاي الضغط العالي اللي عمله أول عشر ديئة ربع ساعة بقوة بدنية كبيرة جدا جدا الفرقة الكبيرة دايما بتخش أول ربع ساعة السعب إزاي الفرقة اللي استحوز بكل قوتها عشان تخلص من وراه أول ربع ساعة التكلم في 3 صفر فما تدجش أصلا انتر ميامي إنه هو يتنفس في الملعب الضغط العمل والشراصة والبدنية والقوية وإنهاء الهجمات وزي ما أقول لك بقى ليه كواليتي موجود لأن أول ثلاث فرص جولك انت حطته مجوان فأنت 100% فرص 100% أهداف حتى بعد كده انتر ميامي وده طبيعي جدا لأن ما فيش فرقة في العالم بما فيه منشستر سيتي تقدر تلعب رتمع عالي وضغط عالي 45 دقيقة هم ربع ساعة تلت ساعة 25 دقيقة عمل اللي هم عاوزين للتصفر وبعاكسب الكرة الانتر ميامي ما فيش مشكلة استحوز زي ما العجل لكن الكوة كمان الدفاعية للنصر انت النهار ده ما شفتش فرص الانتر ميامي خلص في الفترة أو الماتش كله فرصة أو اتنين وده طبيعي جدا في الكورة فانت في الاخر بتتكلم أسلوب واضح في الملعب قوة بدانية كبيرة جدا قوة فنية أوتافيو حاجة يعني أوتافيو وبروزوفيتش حاجة مش طبيعية في الكورة أوتافيو ده لعيب غير طبيعي وصعب أهوى ابو نورا ما تلاقي لعيب عنده كواليكي عالي قوي ودفاعيان شرس وبيجري كتير ده ما بيمشوش مع بعض أقولك لعيب فنيا ممكن يتنزل عن 70% فنيا بس 60% بيجريش كتير ما بتغطش كتير واتافيو ما شاء الله ممكن لعب ستة دلوقتي مع بروزوفيتش عادي جدا في النصر فانت عندك أسلوب عندك قوة بدانية وأنا أهني ولازم أهني مدرب الأحمال بتاع فرقة النصر لأن ده مش وليد النهاردة انت في الدوري حتى أتلاقيهم بلعب كورة تأتيام ماتش مش حسن أنهم بلعب كورة تأتيام ماتش فالقوة البدانية موجودة فانت عندك فنيا قوي جدا بلدانية قوي جدا غيابات موجودة بلك شهر ما بتلعبش ماتشات ودية فأعتقد أن النصر النهاردة قدر سليل الجميع أنه راجع للدور السعودي بكل قوته